وإذا لوحد عنده اكتئاب يجي يقعد عند الإبل سبحان الله ما شاء الله تبارك الله إحنا وصلنا للمادة الفعالة في أبوال الإبل استخرجناها وجربناها جربناها حتى على كورونا ميرس كورونا السابق في ألمانيا بس كله في المعمل يعني طبعا ما جربناها الإنسان الحمد لله ما شاء الله تبارك الله التجارب أثبتت أنه يعني شيء مذهل في الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت شيء مذهل مذهل مهما يعني يمكن أنا رأي التجارب ويتعود النئاسة وتجارب من 30 سنة من أيام بريطانيا دائما التجارب لها كيف طالعة نازلة ناجحة ولا غير ناجحة سلبية ولا إيجابية هذه نتيجها إلا أبحاث الإبل سبحان الله كلها كانت إيجابية شيء مذهل جهات ساندتك في هالجانب هالبحث خاصة إنه بحث مهم في جهات ساندتك بداية كان البحث من بداية بداياتنا في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كانت الفكرة منه أطلعنا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قدم قوم من عرينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عظمت بطونهم وارتهشت أعضادهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها اللبن معروف اللبن معروف حتى مو عند العرب ولا عند المسلمين عند كل خلق الله أنه اللبن مغذي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر يؤمر يشربوا الأبوال معناها فيها علاج وإحنا اللي نايمين عنه 1400 سنة فبدأنا الأبحاث ولله الحمد وبدأناها على سرطان وسرطان محير العالم اللي هو سرطان الرئة وسبحان الله أثبت نجاح مذئل فالحمد لله أثبتناها علميا كانت الإبل كانوا يهتمون فيها أصلا أبناء البادية الموجودين كانوا يهتمون في الإبل وحليبها وأبوالها لكن لأشياء ثانية كانوا يقدم فيها الشعور النساء لا يتعالجون فيها من الأمراض الحمد لله الآن إحنا بنفصل من أبوال الإبل نانو بارتكلز اللي هي الجزيئات الصغيرة جدا اللي العالم كله الآن يسعى أنه يوصلها في الأدوية الجزيئات الصغيرة النانية هذه الجزيئات الآن لما تشوف المادة اللي انفصلناها أنا جبت منها عينات بس ما جبت الكيس هناك العينات تشوفها تقول حليب بودر زي حليب النيدو البودر سبحان الله ولا ريحة ولا شيء تأثيرها رائع رائع يعني ما اختبرناها على شيء إلا نجحت فيه سبحان الله صورناها جوة الخلية الحية جوة داخل الخلية وهي تهاجم السرطان صورناها بالميكروسكوب الإلكتروني وجدناها سبعة نانو بارتكل سبحان الله سبعة يعني أصلا رقم السبعة ده رقم فيه معجزة يعني سبعة سماوات سبعة أرضين رقم إعجازي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر